اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة قال وزير الأشغال إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل شارع شيخ زايد يؤكد عمق أواصر التعاون الثنائي المشترك بين مبلكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مشيدا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاريع التي تدفع عجلة التنمية في مبلكة البحرين باربا سعادته عن تقديره لجهود القائمين على صندوق أبوظبي للتنمية واهتمامهم بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الممولة من الصندوق وخلال الزيارة تم الإطلاع على التوسعة الجديدة التي تم تنفيذها لشارع شيخ زايد المرحلة الأولى حيث يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة وشريانا رئيسيا في قلب المملكة يربط بين شارعين رئيسيين على شبكة الطرق وهما شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان وقال سعدة الوزير إن التوسعة والتحسينات التي أجريت على شارع الشيخ زايد قد ساهمت في التخفيف من الازدحامات المرورية وزيادة سيابية الحركة المرورية عليه من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 57% بعد توسعته